تبعاً لعمل استعلاماتي لأفراد فاسيط الأبحاث الدرك الوطني بالمثيلة وبعد وضع خطة عملية محكمة تم تحديد عناصر الشبكة الإجرامية الدولية المختصة في نقل وشحن الاتجار غير الشرعي المخدرات بعد تتبع أفراد الشبكة تم توقيف شاحنة عند تفتيشها تفتيشاً دقيقاً عثرها على كمية معتبرة من كيف معالج مخبأة بإحكام في العجلة الاحتياطية مكنت هذه العملية من توقيف خمسة أشخاص وحجز 16.9 كيلوغرام من الكيف معالج ومركبتين ومبلغ مالي قدره 289 ألف دينار جزائري وخمس هواتف نقالة